ترأس وزير الشؤون الخارجية وتعاون الموريتانيين في الخارج السيد محمد سالم والمرزوك اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس ترأس أشغال الدورة الثامنة عشرة الاستثنائية لمجلس وزراء دول منظمة التعاون الإسلامي حول موضوع عمليات التدنيس المتكررة لنسخ من المصحب الشريف في سويد والدانمرك وقد تدارست دورة التي انعقدت بدعوة من المملكة العربية السعودية رئيسة القمة الإسلامية الرابعة عشر وجمهورية العراق سبل الرد الجماعي على تنامل السفزازات المتكررة لمشاعر المسلمين من خلال حرق وتدنيس المصحب الشريف بحجة حرية التعبير بتصريح علني من الدولتين المذكورتين وقد أصدر الوزراء في ختام هذه الدورة قرارا يتضمن الإدانة الشديدة لتكرار الاعتداءات السافرة على حرمة وقدسية المصحب الشريف اتبار عدم اتخاذ سويد والدانمرك إجراءات لمنع تكرار هذه الجريمة مخالفا لقرار مجلس الأمن الصادر بتاريخ الرابع عشر يونيو ٢٠٣ حول التسامح والسلم والأمن الدوليين إرسال وفد من منظمة التعاون الإسلامي إلى مفوضية الاتحاد الأوروبي لإبلاغها إدانة دور الأعضاء لجريمة تدنيس المصحب الشريف ومطالبتها بالعمل على عدم تكرارها دعوة سفراء الدول الأعضاء في المنظمة وبعثاتها في مختلف البلدان والهيئة الدولية إلى القيام بحملة دبلوماسية واسعة لشرح موقف الدول الإسلامية بهذا الخصوص والدفاع عنه بكل الوسائل القانونية المتاحة ومن جهة أخرى أصدر الوزراء بيانا بشأن اقتحام مسؤولين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي لحرم المسجد الأقصى المبارك وأدانوا بهذا الصدد بقوة تكرار هذا الاقتحام مجددين التأكيد على أن مدينة القدس الشريف هي عاصمة لدولة فلسطين وجزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 ستعمائة وسبعة وستين